الجولة الثانية من مفاوضات الفرقاء الماليين في الجزائر تبدو صعبة بالنظر لتباين وجهة نظر أطراف النزع وإن كانت الدبلوماسية الجزائرية أكدت توصلها إلى تقريب المواقف والتمهيد لأرضية توافق التطورات الأمنية في الساحل الإفريقي دفعت حكومة باماكو إلى تليين موقفها وقبول الاستماع إلى مطالب من كانت تطلق عليهم انفصالي الشمال في المقابل اتجهت الفصائل المالية المعارضة إلى توحيد صفوفها بعدما عرفت فترة من التناحر فيما بينها في إشارة منها على جدية الجولة الثانية من فاوضات الجزائر حيث تسعى لأن تكون طرفا واحدا مقابل ممثل الحكومة المالية وتفيد مصادر من صفوف المعارضة المالية إلى أنها اقتنعت بحتمية التخفيف من حدة نبرتها وقبول مبدأ الاعتراف بسيادة الدولة المالية على كامل الأراضي ما فيها شمال مال المتنازع عليها هذا إلى جانب التخلي عن مطلب الاستقلال مقابل افتكاك اعتراف من باماكو بالطابع القانوني الخاص لمنطقة شمال مالي في إطار حكم ذاتي في الوقت الذي تدعو فيه حكومة باماكو المركزية إلى تطبيق نظام جهوي يحترم خصوصية منطقة الشمال ليبقى المطلوب من مفاوضات الجزائر التوفيق بين الموقفين لإنهاء النزاع في ماليا